مرحبا برج العقرب اهلا فيكم في القراءة العامة هذه القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وايضا القمري المرة هاي القراءة ما راح نحدد حق شنو بالضبط ممكن تكون حق وضعك العملي الوظيفة المشروع الهجرة او حتى حق حياتك العاطفية عزيزي برج العقرب لازم انت اللي تاخذ الطاقة وتشكلها وتطبقها على حياتك وعلى نيتك للقراءة عندك خطوات جديدة وفرص جديدة قادمة في طريقك بس البيئة المحيطة فيك او نمط تصرفاتك قاعد كأنما يعيقك من التقدم الحقيقي لان هني كأنما صاير بدل ما تحاول اتحقق شي حق نفسك الفرصة اللي تيك او الشي اللي قاعد ييك قاعد تحاول انه تحصل فيه على رضا الاخرين او رضا شخص معين في بالك اوكي عندنا buy the book هذا الكرت ومعه من التارو فارس الاكواب هذا انت مع ثلاثة الاخصان يمكن في حياتك يا عقرب شخص من برج ناري لانه حتى الفيل عنصرة ناري عندنا القوس حمل او اسد ولكن هني احس رح تأتيك هني فرصة من شخص بعيد عنك او شخص مو قريب منك ممكن يكون من دولة ثانية من شركة ثانية اوكي قبيلة بعيدة عن قبيلتك عرض يأتيك او فرصة جديدة دعوة جديدة دعوة اذا اخذتها تعرف انك رح تقدر تحقق امور وايد تحصل منها مردود مادي اكثر شي تحتاج بلك مردود مادي ولكن احسك شنو اللي قاعد يصير على طول تذهب تاخذ كوبك فارس الاكواب تاخذ كوبك بيدك وقاعد تحمله تحاول ترضى فيه او قاعد تعرضه على شخص ترضى فيه شخص او تعرضه على شخص تراويه انه انت قاعد تنجس وتحقق مادرا ليش احسيني اذا كان هذا الشخص برج ناري احتمال شوية راح يحاول يحبتك او يثبت عزيمتك لانه هو ما قاعد ينجس تشوف هذا الشخص اللي في حياتك ممكن يكون مديرك زميلك صديقك شريكك هذا الشخص ما قاعد يحصل نفس الفرص بالسهولة اللي انت قاعد تحصلها ففيه نوع من ما بقولك الحسد فيه نوع من انه هو يستاء منك انه دائما تأتيك فرص تأتيك فرص مريحة اللي يلتقي فيك الاشخاص البعيدين منك حتى يحاولون يساعدونك في شخص بعيد عنك يمكن احتمال راح حتى يساعدك اذا انت ناوي على شيء خص الهجرة شيء خص العمل في مكان جديد شخص من هذا المكان الجديد راح يساعدك في هاي الانتقال بس الحذر هنا او التحذير الوحيد من هذا الشخص اللي طاقته شوي نارية الامور صعبة في حياته في حول يجرك لنفس الطاقة الاسبوع الثاني عندنا طبعا فيه كرتات اذا انتوا لاحظوا او شفتوا القراءات السابقة عندنا طاقة مشتركة وايد قوية هاي الشهر لانه فيه كرتات قاعدة تتكرر منها هذا الكرت وايضا كلينت اوب اوكي كلينت اوب اهني هذا الكرت دائما اول شيء يأتي في بالي انه يناديك للشجاعة لانه عشان ننظف حياتنا ونتخلص من اشياء قديمة احنا نحتاج الى نوع من الشجاعة نحتاج الى نوع من التخلص من نمطنا القديم اذا النمط عشان تريدين نشوف دائما نمر بنفس المواقف وان كانت مع اشخاص جديدين نفس الموقف اما شخص يستغلنا اما شخص يحبطنا اما شخص فالنمط اللي احنا قاعدين نخلقه متعلق بنا اكثر ما هون متعلق بالاطراف اللي محيطة اكثر ما هون متعلق بالطرف الثاني اللي انت تعامل معه في سبب ليش احنا قاعدين نجذب نفس النوعية من الاشخاص قلتلك هنا يمكن المحفز هو انه لحد الان وان طلع من حياتك لحد الان وان كنت انت مبتعد عنه وانا احسيني برج العقرب قاعد يقولي او يرد على تفسيري لطاقة التارو ان انا اردي هذا الشخص ما قاعد حاليا احتك فيه وايد او طلعته من حياتي ولكن ما انكر انه على مستوى ما لحد الان اهمك امره او اهمك راية فيك كأنه ما قاعد تاخذ كوب النجاح او كوب الفرص على الاقل تفتخر فيه امامه لماذا تفتخر فيه امامه لانه لحد الان تريد ان تثبت وجهة نظرك تريد ان تثبت قيمتك امام هذا الشخص اوكي عندنا اربعة الاكواب هذا شخص جدا ناجح في احباط عزيمتك مهما كنت مهما قال الكوب اللي تذهب له به جميل مهما كنت متحمس ونجحت وانجزت احسيني ان انت رح تقدر تحصل على شي صعب الاخرين يحصلون عليه فرصة عمل في مكان راقي في مكان مرموق او فرصة العمل مع اشخاص رفيعين المستوى لانا عندنا الفيل تسهيل العقبات اشخاص تنضم الى مجموعة اشخاص يعملون ايضا مع اشخاص رفيعين المستوى ومو شي هين اللي رح تحصل عليه ومو اشخاص هينين اللي رح تبتدي تتعاون معاهم ورح يستمر ايضا لك هاي الطاقة لش لكن عندك اربعة الاكواب مصاحبة مع ستة الاكواب الاكيد هني امامي انه هو شخص من الماضي مو شخص جديد اللي دائما له تأثير سلبي على طاقتك بقولك هني شي انت عندك نمط دائما ستة الاكواب اذكرنا بالنمط عندك نمط وعندك فكرة معينة انت اخذتها من ايام طفولتك قاعد تأثر على تصرفاتك الحين شنه هاي الفكرة لما سألت التارو فكرة انه قبل ما تبتدي تنجز او او تحقق شي دائما تحرص ان كل اللي حولك او كل اللي انت تحبهم على الاقل يا برج العقرب يكونون اما يشجعونك اما متفقين معاك يعني تكونون كلكم على نفس الصفحة متفقين متفقين على الوجهة وموافقين على الوجهة اللي انت رايح تروحها هذا الشي صعب او مستحيل التحقيق لانه ارضاء الناس غاية لا تدرك محتاج عشان تغير واقعك الانت تهني قاعد تتوجه للمستقبل ولكن لحد الان احس ان في ثقل عندنا الفيل في ثقل قاعد ايضا يرجعك الى نمط الماضي ثقل ان انت لازم تحصل على رضا ترفيء مشارط يكون رضا شريكك وممكن يكون رضا احد الوالدين لازم اما يوافقون على مثلا مجال الدراسة مجال العمل مجال فكرة مشروعك او انك اصلا ما راح تمشي فيه اما كل اهلك يكونون متفقين معاك او كل اصدقائك كل زملائك ومن تشوف تحذير او تخويف واحد من احد منهم تتوقف توقفي هني شيء فهذا الشي اذا تخليت نظفته انتهيت منه غيرت نمطه ولو انه ما راح يكون سهل لان احسي هني ستة الاكوب قاعد يقولي ان شيء نمط عندك من ايام الطفولة اشخاص يهمونك ويزعجك انه هما مم متفقين او مموافقين على شيء انت مقبل عليه برج العقرب هني مقبل على شيء جديد فرصة ايه هي فتحت او ايه هي عرضت نفسها امامك وفيه ناس وان كنت انت تحبهم انت تبادرهم المحبة بس اهم ما يتمنون ان انت خلق اقولك اياها بهالطريقة ان انت تنجز اسرع منهم او انت تنجز وهمواقفين في مكانهم يروح برج العقرب يسوي وينجز ويسافر وهم لحد الان في مرحلة الانتظار ممكن يكونون احد اخوتك اوكي وان ثالث مو مشاعر حسد ولكن على الاقل مشاعر غبطة مشاعر منافسة الاسبوع الثالث عندنا نوت فوريو بالضبط في اشياء حلل انسان لما يعرف ان في شي معين ما يقدر يحققه ما نقدر نخلق ما نقدر نخلق دين جديد على كيفنا الديانات نزلت الديانات تحددت الديانات خلاص باخر دين الدين الاسلامي تحددت في اشياء احنا خارجة عن سيدارتنا مو انا وانت نقررها انت هنا هذا مثل ما تشوف مثل الشطرنج وهنا يقولك نوت فوريو ليس لك هذا الشي ليس لك محاولة ارضائك او حتى احس ان هاي الاطراف اللي كلمتك عنهم رح يحاولون يشتتون انتباهك يمين او يسار عن طريق اما فرصة عمل جديدة او ان يفاتحونك في موضوع جديد انت هنا مهتم بفرصة جديدة قادمة اليك فاهم ما يجبونك مو حبا فيك ما يجبونك انت بتعد عنهم تصير احسن منهم فعلى طول يختلقون موضوع جديد او قصة جديدة عشان يجرونك لنفس الطاقة القديمة اشوف عندنا هذا الكارت رقم ستة وهذا كارت النمط اللي كلمتك عليه ايضا الرقم ستة تكرار للنمط نوت فوريو ما تحسن هنا بصير نوع من الاختلاف ممكن في مكان العمل ممكن بين الاصدقاء ممكن حتى في حياتك الشخصية بصير نوع من الاختلاف محاولة محاولة من هذلين الناس ان يخلونك تختار صف اما توقف الى صف اليمين او صف اليسار يحاولون يستفزونك ان يخلونك مثل ما قلون شنو تنظم الى صف احد منهم ولكن هذا الموقف مو لك انت هذا الموقف لازم تبتعد عنه عندنا هنا ثمان الخماسيات وهذا كارتك انت يا برج العقرة كارت الموت كارت هذا لما نشوفه في موقف شدي اشخاص قاعدين يحاولون يستخدمونك لمصلحتهم مثل البيدق في يدهم انت تصير يعني بما معناه عندهم نية ان يحركونك كجندي عندنا هنا الفارس يحركونك باللي يناسب مصلحتهم يوم يتصرفون ان اهموا مستائين منك وما يبون يتكلمون معاك ويوم يتصرفون ان يجرونك الى موضوع جديد مع ان هاي طاقتك انت يا برج العقرب التغير في الطاقة في طاقة الماء ولكن يمكن لان عاشروق فترة صاروا اهموا ايضا يستبعون هاي النوع من الاسلوب فيه نوع من التلاعب يبتكرون خطة جديدة مشروع جديد يطلعون بطلعة جديدة هاي الزبدة يطلعون بطلعة جديدة اللي لازم تسويه محتاج منك التركيز ركز في الفرصة اللي امامك ركز في الشي اللي شوف انت وصلت الى ثمان خماسيات ما بقالك شيء وتثبت نفسك فيه مجال جديد ممكن يكون فيه علاقة ممكن يكون فيه مشروع ما بقى شيء خماسيين لما نوصل الى التسع الخماسيات نجد المجال خلاص وجدنا المجال عشر الخماسيات نجحنا في المجال هذا ما بقالك شيء انت على الطريق الصحيح ولكن محتاج التركيز محتاج الابتعاد كارت الموت ايضا نوع مثل هاي الطاقة اتخلي على الاشياء القديمة اي شيء قديم نقطة اوكي علاقات نمط حتى لو ما انهينا العلاقة نفسها ولكن ننهي طريقة معاملة هاي الناس لنا احنا بان ما نسمح لهم عاملونا بنفس الطريقة ما نسمح لهم يجروننا الى نفس النوع من الدراما الدراما اشخاص عزيزين عليك قاعدين يستخدمونك ويحاولون يجرونك الى دراما الدراما راح تشتتك عن هدفك الاسمة الفرصة الافضل اللي قادمة في طريقك او الفرصة اللي على وشك انت تحصل عليها كارت الموت يقول لي شفت عجلة السيارة اللي اذا انلفها سريع وفجأة ونغير هنا خلال اسبوع الثالث اللي ابي انبهك عليه الموقف اللي راح يصير امامك راح يحتاج منك ردة فعل سريعة ومفاجئة عشان تصدم هاي الاشخاص ويستوعبون ان ما يقدرون يستخدمونك اني مور محتاج منك موقف متجاهي انا متجاه الاخرين موقف تاخذه عشان نفسك تكون واعي ان انت قاعد تغير تصرفاتك عشان نفسك مو عشان اي احد ترا هذا هو اللي مهم اني تشوفونك خلال اسبوع الثالث من هاي الشهر ان فعلا برج العقرب ما عدنا نقدر نستغله او نستفزه مثل السابق نشوف الاسبوع الاخير وهذا الكرت ايضا تكرر عندنا فشم قراءة دفعة احس هذا الحليف اللي الفرصة اللي ابتدت تظهر لك بداية الشهر هني راح تثبت وجودها اكثر في نهاية الشهر ليش؟ لان انت هني صرت مستعد ملك السيوف كأنما هني احس في مرحلة انه فعلا يتواصلوا معاك وصير في اتفاق نهائي سواء على زواج او على عرض عمل اتفاق اتفاق نهائي على تفاصيل تفاصيل اشتراكك انضمامك الى هاي المجموعة رفيعة المستوى ملك السيوف منصب شخص صاحب منصب وانت ايضا ممكن اللي راح تصبح صاحب منصب او او يعطونك مسئولية شوف ملك السيوف يعطونك نوع من المسئولية اللي مستحيل يعطونك اياها وان كان المنصب توا مبتدئ ولكن ما يعطونك اياها اساسا ما يسمحولك تنضم له الفريق الا لما تكون اساسا انت محط ثقة هاي الناس ما يثقون باي حد حذرين اوكي ولكن انت ما شاء الله بسرعة يا برج العقرب لانا عنديك كاريزمة بتقدر بسرعة راح تسبب صدمة للي حولك البرج راح تسبب صدمة خصوصا للاشخاص اللي يعرفونك قديما شفت الامثلة لما يقولون التاجر الفلاني كنا نعرفه لما كان مراهق او لما كان صغير في السن وكل من يستذكر القصص عنه كان شذي وكان شذي شلون صار شذي هذي احدى القصص اللي فيها نقلة نوعية لك اللي بعدين الناس تتذكرك بس انت ما تكون موجود انت تكون خلاص انضميت لقطيع جديد يذكرونك فقط بالاسم بالذكريات بالاشياء القديمة ولكن فعلا الحياة الجديدة ما تدخلها وانت عندك هاي الناس لحد الان موجودين في حياتك لا محتاج تتخلص من القديم عشان الجديد لان راح يصير في نوع من الكلاش او التضارب ما يصير ينوجد القديم مع الجديد في حياتك ترى اوكي راح احني اتحب لك الطاقة الحيوانية لهاي الشهر بيترفلاي الفراشة الفراشة اللي تمر بمراحل معينة احس هاي الرسالة لك يا برج العقرب ان ترى الفرصة القادمة في طريقك سواء كانت فرصة زواج او فرصة عمل الانضمام الى هاي الحشد او الوفد رفيع المستوى لا تفكر انها فرصة سوري تتكرر في العمر كذا مرة ابدا فرصة تأتيك مرة بالعمر لازم تمتهزها الفراشة او البترفلاي قاعدة تقولي هاي الطاقة انصرها هوائي الهواء الرياح سهل انها تغير اتجاه الفراشة مو سهل راح اعترف لك مو سهل انك تقاوم طاقة الطاقة القديمة اللي لحد الان تحاول تجذبك الى المكان اللي متعودين يعني شوف مثلا بعطيك مثال في اشخاص حولك مثلا متعودين ان انت دائما تخدمهم اهمة او تحطهم اولوية او تبدي اول حاجاتهم قبل حاجاتك انت متعودين على هذا الشي سهل انه يجرونك الى نفس النمط الى نفس الطاقة اذا انت ما كنت واعي اذا انت ما كنت حذر اذا انت ما كنت عارف بالضبط انت وين وينت بتروح هل نتكلم عن فراشة الفراشة خفيفة ما لها ثقل ومضطرة انها بسرعة تتغير وكل مرحلة لها وقت محدد عندنا هني ملك السيوف احس ايضا ان المهمة الجديدة اللى انت مقبل عليها رح تحتاج انها تثبت فيها نفسك وراح يكونها شي سهل ومحتاجة منك دقة عالية اذا انت متعود انك تكون مرن خلي نقول مرن في الوقت مرن في كلامك محتاجة تكون اكثر انضباط اكثر جدية عشان تنال اعجاب واستحسان هاي الاشخاص هاي الاشخاص رح يفتحون امامك الكثير من الابواب ما اقدر اقول لك لاي درجة لدرجة انه حكت تقريبا كل الاشخاص القديمين او المكان القديم ما رح تظل تحتاجها الفراشة لما تطلع من الشرنقة خلاص الشرنقة ما تعني لها اي شي وما تعيد تحتاجها عندها جناحاتها تقدر تطير بعيد عن الشرنقة واذا بتشوف تلاحظ الصورة كانما هاي هني اللي موجود في النص مثل الشرنقة ما ادر هذا شنو بالضبط فطيرة او خبز بس مثل الشرنقة اوكي لها دلالة معينة ان انت لما تطلع من الشرنقة ما يصير ترد ترجع ما في فراشة تطلع ترد تقول والله برجع في الشرنقة اللي انا لان انا مدين للشرنقة هذي لا الشرنقة ادت واجبها انت اديت واجبك تجاه الشرنقة محتاج تسافر بعيد تتخلص من شعورك بالذنب اللي رح يرهقك شعورك بالذنب نظرك الى الوراء اتحاطي هاي الاشخاص اللي اهمه اساسا ان احني محسهم يحاطونك تحس ان ان دائما مدين لهم بشي اوكي اكسر المواطك القديمة عزيزي برج العقرة هذي كانت قراءتك شكرا